في كل مناسبة عيد تحضر السودانية الأمريكية نعمة الله أحمد بمعية زوجها والطفليها للصلاة هنا في المركز الإسلامي في شمال فرجينيا وهي تحتفل بعيدها تقوله إنها لا تفتقد سوى إلى تلك العائلة الكبيرة التي تركتها وراءها في الوطن الأم السودان عند قرارها بالهجرة إلى أمريكا قبل عشر سنوات من الآن هناك طبعا برضو الهل والحجر فقدناها كثير أن الناس تطلع في الشارع يعني هناك عادة السودانيين يفرشوا في الشارع ويفطروا هناك في الشارع ما تقول به نعمة الله وما تسمعه دائما من مسلمي أمريكا ونحن نسألهم عن مشاعرهم في هذه المناسبة الخاصة في حياتهم يقولون إنهم ينعمون بالحريات الكاملة في ممارسة شعائرهم لكن افتقادهم إلى عائلاتهم ودويهم كبير في شهر الصيام وخاصة في مناسبة كهذه لما تلأهل والأم والأب واللم على الفطور لكن الحمد لله هذا هو المشهد في هذا الصباح بين المسلمين الأمريكيين خروج في الساعات الأولى إلى المساجد وإلى المراكز الإسلامية لأداء صلاة العيد واللقاء بالمسلمين الأمريكيين من مختلف الأعراق والجنسية إنني جاهز للذهاب إلى البيت وقضاء وقت ممتع مع أطفالي وبقية أفراد عائلتي إنه يوم رائع بكل تأكيد صلوا وتبادلوا التهان فيما بينهم وتواعدوا على لقاء أخرى في مناسبة أخرى بمعية أطفالهم لقضاء عوقات ممتعة فيما بينهم رائع أن نكون جزءا من هذه المجموعة من الناس والأروع أن نحتفل جميعا بهذه المناسبة رغم اختلاف أعراقنا وأوطانينا هكذا إذن احتفل مسلم أمريكا بأول أيام عيد الفطر هنا في شمال برجينيا بعد شهر من الصيام حرصوا خلاله على توتيق الصلاة فيما بينهم كأبناء جالية واحدة حتى وإن كانوا يفتقدون إلى تلك الأجواء التي تركوها من ورائهم في أوطانهم الأصلية كما يقولون رابح فلالي الحرة سبرينكفيلد شمال برجينيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر